أعود بداية أن أحيي الخطابة مميزة لرئيسة مريم الرجاوي لتحدث باسم الشعب الإيراني منذ 30 سنوات أدركنا الدراما والقضية وإقامة نظام بعود قمعيا وسلطويا ودينيا بأمة كبيرة كإيران ونه ألانسى الدورة التي يسميه لإيران لا فقط من أجل حرية شعبها وإيضا في المنطقة ومعاقصة وإثارها نجد لتضبع نظام التحقب لأمنا في عدم اجل مساء لا تتعلقه كبيرة لأتولي دورة من سنوات أغريقان كنا خاطئين عندما استقبلنا بخلقني سعيدا جدا وفخورا بأن أرى هذه القمة أنها أمور جدا ردنا أن نجمعنا تدريدون مساعدة الشعب الإيراني نو نسوطنا بالتاريخ لن نحتمل لن نسكت عن استمرار تدخل نظام الإيراني في الشؤون الدولية وخصوصا في المماركة تدخل نظام الإيراني في الشؤون الدولية عادة تتشفنا عبدالطرق متعددة والدبلوماسينا لزائفين والضخص السياسي تدخل probablement stipendiés من أجل إفساد الصحفيين وقول كما نحن نكره هذه الأساليب وأود أن أقول أنها طريقة مريعة باستخدام الرهائن كأسلوب للمبادلة وكما هو نحن ندام كيف نركح بعض السياسيين يقبلون التفاوض لن أطيل الحديث لكن أريد أن أشكر لحداث المقاومة والقاومة إيرانية والخبراء القانونيين الرجال والنساء الذين يقاتلون إلى جانب الشعب الإيراني الذين يعملون على مستوى دولي وأود أيضا أن تقف الأمم الديمقراطية إلى جانبي وتعترف المقاومة إيرانية كما قامت بريطانيا اعترفت في الأربعينات المقاومة الفرنسية وهو شيء الفرنسيون والشعب الفرنسيين لن ينسوه هذا ما أدعيه اليوم pour la laïcité du monde وأولا الذين يقاتلون لأجل الحرية والعلمانية في أرحاء العالم